ازايكم انا هيبا صاروات اهلا بكم في قناتي اكل فاخر من الاخر النهاردة ان شاء الله معانا فكرة جديدة لشكل جديد من المعجنات معانا فطيرة الوردة وبنحشيها باي حشوة بنحبها وبتطلع بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبيبقى تجديد في شكل المعجنات بتاعتنا وكمان العجينة بتاعتنا طرية جدا وهشة جدا زي الاسبونج بالزبط وغنية وطعمها حلو جدا ان شاء الله فكرة النهاردة هتعجبكم عشان كده بفكركم بدعوة حلوة ليا ولايك وكمنت برأيكو في الوصفة وشير يلا بينا بسم الله في البداية هنشط الخميرة بجيب بولة صغيرة او كباية وبحط فيها معلقة ونص من الخميرة الفورية ومعلقة طعام من السكر الحبيبات ونص كباية من المية الدفية واعرف ازاي ان درجة حرارة المية مناسبة لطنشيط الخميرة بان انا بحط صابعي في المية لو قدرت اعد الحد عشرة وانا مستحملة سخونة المية يبقى كده درجة الحرارة مناسبة لطنشيط الخميرة بقلب بقى المكونات دي مع بعضها وبسيبها على جنب المدة عشر دقايق لحد ما جهز مكونات العجينة بتاعتي المكونات عندي ثلاث كبيات من الدقيق معلقة طعام كبيرة من المايونيز وثلاث معالق طعام من الزبدة عندي بيضة معلقتين طعام من اللبن البودر او الحليب البودر ومعلقتين طعام من الكريم شنطي الخام البودر ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر ومعلقة كبيرة من الخل والخميرة النشطة ومية للعجل وكمان رشة ملح نكون مقلبينها في الدقيق في المكسر بنضيف كل المكونات عندي معدق الدقيق والبيكنج بودر وبدربهم بالمكسر كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتجنس مع بعضها بعد كده بضيف الدقيق المخلوط بالملح والبيكنج بودر وبعجنهم كويس لحد ما يديني عجينة متماسكة ونعمة يعني مش بتلزق في الايد والعجينة احتاجت مني كباية ديق كمان للعجن وزودت معاهم معلقة طعام زبدة هي يعني لما نعمل عجين بتاعنا كل كباية من الدقيق بحط لها معلقة كبيرة من الزبدة بندربها بقى في المكسر لمدة ما تقلش عن سبع دقايق لا حد ما بتوصل عندي للقوام يكون ناعم وطري ومش بيلزق في الايد زي ما انتم شايفين كده وطبعا طريقة العجنة على الايد انا كنت شرحاها بالتفصيل في فيديو الكورنفليكسي نابون هسبها لكم في صندوق الوصف تحت وكمان هيظهر عندكم في اعلى الشاشة فوق لكن استنوا دلوقتي ما تشوفوهاش الا لابنخلص الفيديو بتاعنا كده خلاص العجينة بقت جاهزة معايا بجيب بقى بولا اللي هخمر فيها العجين وبدهنها بالزيت وبحط فيها العجينة وبدهن وش العجينة بالزيت علشان ما ينشفش مني وبغطيها بكلينج فيلم وبعدين فوتت مطبخ وبسيبها في مكان ده في تختمر ودلوقتي هنجهز الحشوات بتاعتنا طبعا الحشوات دي بتبقى حاجة حسب الزوق والرغبة انا استخدمت شوكولاتة مقطعها بالسكينة وكمان جبنا شدر وزيتون وجبنا فتة هرساها بشوكة ومقلبها معاها معلقة من الزعتر الحلبي او الزعتر السوري وده شكل العجين بتاعي بعد ما اختمر انا لقيت العجينة عندي حجمها كبير على الفطيرة اللي هنعملها فاخدت النصها بنحطه في كيس وبنشيله في الفريزر بيعد اسبوع وعشر تيام بتطلعي العجينة فيك بتستخدميها كأنك لسه عاملها بالزبط وبتختمر معاكي وبتنجح معاكي وتبقى طرية جدا الجزء بقى اللي هنستخدمه بنقسمه على شكل كور كل كورة في حجم واحدة عين الجمل باشرها وبنكورها كده كويس وبنحطهم في صنية تكون عليها رش دقيق علشان ما يلزقش فيها ودلوقتي بقى هنبتدين شكل الفطيرة بتاعتنا هنجهز الصنية اللي هنشتغل فيها انا استخدمت صنية التارت اللي ليها قاعدة متحركة عشان يبقى سهل ان انا افصل الفطيرة وبدهن الصنية بيه دهنة خفيفة جدا من السمنة وعليها رشة خفيفة جدا من الدقيق علشان الفطيرة بتاعتي يبقى سهل ان انا افصلها من الصنية انما طبعا ممكن تتعامل في صنية عادية عادي جدا اول وردة بنعملها بجيب كورة من اللي عاملينها وبفردها على شكل دايرة وبعد كده بقصها كده من الاطراف لتقريبا خمس اجزاء وبعد كده بحط اي حشوة انا عايزاها في النص وبقفل الاجزاء دي واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية عشان يعمل لي شكل الوردة زي ما واضح كده في الصورة دي بقى بحطها في نص الصنية ودي بتكون المنتصف بتاع الوردة او قلب الوردة بعد كده هبتدي بقى اعمل قلبة 3 بجيب كورة برضو وبفردها الاول بايدي كده خفيفة على شكل دايرة وبعد كده بنشابة على شكل دايرة وبعد كده بحط الحشو فيها انا عملت بالجبنة الشدر والزاتون وبنقفلها كده شبه القطايف على بعضها وبجيب شوكة وبمشيها على الاطراف بقفل بيها الاطراف وكمان بتعمل لي شكل كده مشرشر وبسيبها على جنب بنعمل واحدة تانية زي ما انتو شايفين كده برضو حطيت الشدر والزاتون وقفلتها زي القطايف على شكل النص دايرة وبنقفل الاطراف بشوكة وبعد ما عملت 3 بتلات ببتدي بقى ارسهم في الصينية بجيب البتلة اللي انا عملتها الجزء التخين بيكون هو الارضية اللي بنحطها في الصينية والجزء اللي احنا قفلينه بالشوكة هو اللي بيكون لفوق وبرصها على جوانب الوردة زي ما هو باين كده بجيب البتلة التانية كل واحدة بتبقى جزء من اللي قبلها كل البتلة بحطها بحطها على جزء من البتلة اللي قبلها عشان يبقوا متدخلين ويدوني شكل الوردة زي ما هو باين كده. ممكن جدا نسيبها كده وتبقى شكل وردة صغيرة وممكن نكملها لحد ما تبقى فطيرة كبيرة يعني احنا بنوصل لحد حجم الوردة اللي احنا عايزينه وبنوقف اضافة بتلات. هنفضل بقى ماشيين بنفس المنوال لحد ما نعمل كل البتلات بالحشوات اللي احنا عايزينها. وكل ما نعمل كم بتلة كده بنحطهم في الصينية. انا مش بحب اعمل البتلات كلها وبعدين ارصها لانه البتلة بعد ما بتتكون وبسيبها شوية بتبتدي تترى وتختمر فلما نقلها شكلها هيتلخبط. فيفضل طبعا كل ما اعمل آآ تلاتة او اربعة انقلهم في الصينية. دي واحدة كده بحشوة الجبنة الفتة والزعتر. ودي بحشوة الشوكولاتة. كله بنفس الطريقة. وده شكل الوردة بعد ما خلص معايا زي ما انتو شايفين بحاول ازبطها وبسيب برضو جزء كده آآ مش بكمل لآخر الصينية لان هي لسه هتختمر وتعلى وتملالي الصينية كلها. بجيب بقى سائل التلميع بتاعي وهو عبارة عن صفار بيضة وبمعلقة من الخلة. ممكن اضيف عليها كمان معلقتين لبن. ممكن احط كمان آآ لبن ونسكافيه وصفار بيضة. يعني آآ سائل التلميع ده آآ على حسب الحرية. آآ ويبابتدي بقى ادهن وش الفطيرة بتاعتي. بعد كده برش عليها بقى رشة خفيفة من السمسم. زي ما انتو شايفين كده. رشة بسيطة تدي شكل جمالي. وبسويها في فرن آآ يكون طبعا مسبق التسخين حامي جدا على درجة حرارة ميتين وعشرين لميتين واربعين على حسب آآ آآ درجة الفرن بتاعنا آآ آآ المعجنات بتحتاج درجة حرارة آآ 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 عالية ويما تعودش في الفرن كتير علشان ما تنشفش. واول ما بتطلع معايا من الفرن آآ آآ با هويها بس آآ شوية تلات اربعة دقايق كده وبعد كده بنغطيها آآ آآ لحد ما تبقى دافية او لحد ما تبرد يعني علشان ما تنشفش وما يبقاش وشها ناشف. وده كده شكلها النهائي آآ شكل جديد وتغيير في اكلنا. بصوا هشة ازاي آآ بتطلعوا بتنزل معانا وبجد بجد العجينة طعمها آآ آآ يعني كلمة رائعة قليلة عليها. تعالوا بقى نفتحها مع بعض. دي اللي بحشو تجيبنا والزاتون. آآ بصوا هشة ازاي و مختمرة. تعالوا كمان آآ نفتح واحدة بالشوكولاتة. بصوا حلو قوي. اي انا بحب اي حاجة فيها شوكولاتة بصراحة. انا بحاول دايما اقدركم افكار جديدة ومتنوع عشان نغير من الشكل التقليدي لأكلنا ومن حلوياتنا. بتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت برأيكم. ولو اول مرة تشوفوا قناتي اكل فاخر من الاخر. اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من حلوياتي الجمدة جدا. واكلي الفاخر من الاخر. ومتنى لكم جدا. بشكركم على حسن استماعكم. ويسعدني متابعتكم لقناتي. اكل فاخر من الاخر. كنت معاكم. هباص الوقت.